السلام عليكم اول تعليق من زعيم حزب العمال البريطاني بعد هزيمة المحافظين شكر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستنريمر فجل الجمعة الناخبين على تصويتهم لصالح حزبه وثقتهم فيه وقالت ستنريمر في التغريد على حسابه في اكس الى كل من قام بوحمله لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات والى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزب العمال شكرا لكم وحقق حزب العمال انتصارا سحقا في الانتخابات التشريعيات التي جرت الخميس لانهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين ويفتح ابواب دون نغستريد امام زعيمه ستنريمر بحسب ما اظهر استطلاع لاراء المقترعين ووفقا لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزه البريطانية سيحصل حزب العمال يسر وسط على 410 من اصل 650 مقعدا في مجلس العموم متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم ب131 مقعدا في اسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين وبدوره حقق حزب اصلاح بريطانيا المناهض للمهاجرين نتيجة افضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعدا نيابية بحسب الاستطلاع وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا امام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة في حين انها تمثل هزيمة مدويه للمحافظين الذين تقلصت حصتهم من 365 نائب انتخابوا قبل خمس سنوات الى 131 نائبا فقط اما حزب الديمقراطيين الليبراليين وسط فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبا ومن المقرر ان يكلف الملك تشارليزي 36 نريمر 61 عاما الجمعة تشكيل حكومة جديدة وسيطوبه للمحام السابق في مجال حقوق الانسان منصب رياسة الوزراء بعد 9 سنوات فقط من دخوله علم السياسة واربع سنوات من تولية منصب زعيم حزب العمال وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة